ولا شك بأن شريعتنا ما من خير إلا ودلت عليه وأرشدت إليه نبهت عليه ولذلك جاءت من مصالح الدنيا والآخر جاءت من مصالح الدنيا والآخر أذكر قصة في هذا السياق أن هارون رشيد كان لديه طبيب غير مسلم وقال لي علي بن الحسين بن واقد الطبيب الذي كان أيضا من أطباء هارون يعني قال له بأن دينكم لم يأتي بشيء من الطب وإنما أتى بأمور الآخرة فالتفت هارون إلى علي بن الحسين بن واقد كأنه يقول له أجبه فقال يقول الله عز وجل قد ذكر الطب في نصف آية يقول يرد علي قال ذكر الله الطب في نصف آية قال وما هي؟ قال يقول الله جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسروا فقال طيب هذا في القرآن لكن نبيكم صلى الله عليه وعليه وسلم لم يهتم بالطب فذكر له هذا الحديث وأنا أذكر هذا يعني القصة هذه يعني بعيد عهد بها لكن ذكر له هذا الحديث مامل ابن آدم وعاء شرا من بطنه وطبعا عندنا حديث كثيرة صحيحة منها بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه وحياة النبي عليه الصلاة والسلام العملية تدل علىها طبعا هذا الطبيب غير المسلم قال ما ترك نبيكم لجالينوس شيء جالينوس هذا الرمز عندهم في الطب والذي يعني يعتبر المرجع فيها قال ما ترك نبيكم لجالينوس شيء